لقاء الكاتب محمود البدوي مع العالم فرويد ده أثر إزاي على كتاباته؟ أثر إزاي بعد كده على مشواره الأدبي؟ الحقيقة أنا لاحظت يعني من خلال دراسة القصصه أنه هو طبعاً اللقاء ده كان في بداياته خالص في سفره للنمسا ويعني قبل أن يتوجه وينغمس تماماً في عالم القصة القصيرة لكن أنا لاحظت أن عالم محمود البدوي الرغم أنه قصص قصيرة أكتر من 300 قصة قصيرة كتابها لأن فيها يعني فيها ركائز أساسية موجودة تقريباً في كل القصص وهي المرأة الجميلة الفاتنة ثم غالباً إغواء المرأة للرجل ثم علاقة الحب الملتبسة اللي ما بين الرجل والمرأة تقريباً دي موجودة في كل قصص ولدرجة أن هي أحياناً في بعض القصص وعلى حسب ما أنا يعني رأيت في كتابي أن أحياناً تبدو مفتعلة في بعض القصص وأحياناً تبقى غير منطقية نتيجة الظروف بتاعة القصة لا تسمح أصلاً بوجود هذه الأفكار أو أن الشخصيات فعلاً تتجه هذا التوجه ولكن يبدو لي أنه تشبع تماماً بأفكار فرويد عن الرجل والمرأة وأصبح ده يعني عالمه اللي هو يجد فيه نفسه بكل المقاييس سواء المرأة مثلاً أجنبية أو بنت بلد أو في الصعيد أو في القرية أياً كان مستوى المرأة وأفكارها اللي إنها دائماً هي والرجل في علاقة فرويدية جداً جداً موسيقى